اهلا وسهلا فيكم في المحاضرات القادمة رح نتكلم عن جميع الاسكرام ايبنس الموجود داخل كل سبرينت وذلك حتى نتعرف كيف يتم التخطيط لأي سبرينت خلال شهر أو أقل زي ما ذكرنا سابقا وشو بصير داخل كل واحد من هاي الاجتماعات بالتحديد خلينا نبدأ بأول إيفنت اللي هي السبرينت بلانيك وهي واحدة من أهم الفعاليات ومن أكثر المواضيع اللي بيجعلها أسئلة في الامتحان أول شي لازم نعرفه أنه السبرينت بلانيك هي أول إيفنت بين جميع الفعاليات واللي بتم عقدها في بداية كل سبرينت وبالعادة بتكون بنفس الزمان والمكان اللي بتحدث فيها بقية الفعاليات وذلك لتقليل صعوبة وتعقيد التحضير لهاي الاجتماعات وبتم فيها مناقشة العمل اللي سيتم إنجازه لكن من المهم نفهم أنه كل سبرينت يتم الانتهاء منها مباشرة يتم البدء باللي بعدها فما يختلط عليكم مفهوم أنه كل إيفنت تحدث بنفس الوقت أو الزمن ولكنها تحدث كلها خلال سبرينت واحدة اللي مدتها شهر أو أقل وعند إنها أول سبرينت مباشرة بتبدأ اللي بعدها وهكذا حتى انتهاء المشروع من تون وجود أي فواصل بينهم أو أي عمل خارجي خليني أعطي مثال لتوضيح فكرة السبرينت بلانيك وليش بتكون عبارة عن one month أو أقل في الاسكرام إحنا منعتبر كل سبرينت عبارة عن مشروع صغير ومدته لا تزيد عن شهر فهيك الاسكرام تيم بيصير عليه أسهل التخطيط لمشروع مدته شهر وأسهل عليه حتى فحص المخرجات والتكيف مع أي مشكلة لتصليح مسار العمل فالوقت المحدد اللي هو time boxed لهاي الإيفنت هو 8 ساعات لكن بالعادة ممكن يكون زمنها أقل من هيك في حالة كانت الاسبرينت أقل من شهر يعني زي أسبوعين أو ثلاثة مثلا إلا أنه حسب الاسكرام قايد فمدة هاي الإيفنت هي عبارة عن 8 ساعات كحد أقصى حتى لو كانت الاسبرينت أقل من شهر فهي ضروري نعرفها في حالة إجا سؤال عن time boxed للسبرينت بلانيك فمدتها هي عبارة عن 8 ساعات كحد أقصى برضو لازم نعرف أن الاسبرينت never delayed for any reason لا يمكن تأخير أي اسبرينت مهما كان السبب لأنه حتى لو كان في بعض البرودكت باكلوك مش كتير واضحة أو لم يتم مناقشتها في ريفايمنت ميتنج فالسكرام تيم ممكن يستخدم الاسبرينت بلانيك لتوضيح كل هاي النقاط مع البرودكت أونر إذن خلاصة كل اللي حكينا فزي ما حكينا أنه هي عبارة عن أول فعالية داخل السبرينت الاسبرينت بلانيك تتم بالتعاون مع جميع أعضاء فريق الاسكرام حيث البرودكت أونر مثلا بتأكد أنه جميع الموجودين بالاجتماع جاهزين تماما لمناقشة أهم التفاصيل الخاصة بالبرودكت باكلوك وكيف ممكن الوصول لهدف المنتج البرودكت جول وأيضا ممكن يقوموا بدعوة أشخاص من خارج الفريق ولكن فقط لإبداء نصيحة خلال التخطيط هذا كل اللي بدنا نعرفه حاليا عن مفهوم الاسبرينت بلانيك ورح نتكلم لاحقا عن ما يتم داخل هاي الإيفنت ومخرجاتها يعطيكم ألف عافية ومنلتقي في المحاضرة القادمة اشتركوا في القناة